تعد مدينة عفريم من المناطق الحافلة بالأنشطة الرياضية على مستوى الشمال السوري ويعود ذلك إلى وجود عدد كبير من الأندية الرياضية التي وجدت في المدينة مكاناً مناسباً لأنشطتها وحصلت على ترخيص المكتب الرياضي بالإضافة إلى عادة تأهيل وصيانة المدينة الرياضية حيث تم تجهيز الملعب البلدي الكبير مع مدرج يتسع لمائتي متفرج ومن ضمار يحيط بالملعب كما تم تجهيز الصالة الداخلية المهيئة لألعاب متنوعة مثل كرة السلة والطائرة والكرة اليد والتايكواندو إذ بدأ العام الرياضي بإقامة بطولة للكراتي على مستوى الشمال السوري شارك فيها أكثر من مائة لاعب ولاعبة بداية العام الرياضي بالنسبة إلى عام 2020 يقوم المكتب على خطة مدروسة من خلال اللجنة الرياضية والمكتب الرياضي من نصطق التركي ومزارة الشباب الرياضة أقمنا بطولة للكراتي مشاركة 120 لعبة على مستوى الشمال المحرر وبحضور للجنة التحكيم من تركيا مشكول الأخوة الإتراك على هذه المساهمة في إنجاح الرياضة أقام المكتب بصيانة للملعب الكبير وإقامة مضمار وأنشأ أصلح الصالة الرياضية وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات لتكون مناسبة للبطولات كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد في الربع الأول من عام 2020 تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المدينة كجزء من التدابير الوقائية من فيروس كورونا لتستأنف النشاطات في شهر تموز من خلال عرض الرياضي بعدة ألعاب تم تقديمه من أكاديمية المستقبل وينطلق بعدها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والذي توجه به في نهاية الدور نادي عفرين بفوزه على نادي كفرزيتا بواقع هدفين لهدف واحد يعني بعد الفترة اللي تم إيقاف فيها جميع الأنشطة الرياضية في مدينة عفرين أو في المنطقة بشكل كامل بعد فترة يعني بعد أخذ التدابير الوقائية في بعض الأمور تم استئناف الأنشطة الرياضية طبعا هذه الأمور يعني تعطي يعني دافع كبير للشباب خاصة في هذه الأيام يعني الشباب تعرف أنت يعني فيه فراغ كثير بأوقاتهم فبيحاولوا بهذه الأمور يعني يعني يحاولوا أنه نحن حاولنا أنه نرجع نعطيهم مجال لتفريغ طاقاتهم لتطوير مهاراتهم الرياضية في هذا المجال طبعا كان فيه عدة أنشطة يعني نحن رجعنا استأنفنا فيها منها كرة القدم منها الألعاب الفردية منها كرة السلة منها كرة الطائرة فهذه الأمور كلها عطت دافع كبيرة يعني بعد إعادة النشاط إلى المدينة الرياضية في مدينة عفرين الربع الأخير من العام كان حافلا بالبطولات الرياضية بداية بدوري الدرجة الثانية وبطولة الأشبال والناشئين والشباب لكرة القدم وبطولة خاصة برفع تصنيف لاعبي تايكواندو وانتهاءا ببطولة كرة السلة الأولى من نوعيها في منطقة عفرين بمشاركة خمسة أندية الرياضية في مدينة عفرين تتجاوز الرياضة مكانتها كفعل حركي وبدني تنافسي فالأمر يحمل في طياته أبعادا اجتماعية وثقافية فعلى أرضية الملعب وفي المدرجات تنكسر كل الحدود وتتنافس الأمدية والمشجعون للوصول إلى نتيجة المرجوة وتحقيق الفوز هذه تطين تلفزيون سوريا مدينة عفرين